مساء الخير حديثنا اليوم عن السيد عبد القدير خان العقل المدبر للقنبلة النووية الباكستانية ومهندس برنامجها توفي عبد القدير خان في العاشر من أكتوبر عالم الذرة الباكستاني عبد القدير خان بعد إصابته بفيروس كورونا حيث يعتبر خان بطل قومي في بلاده لأنه جعل بلاده أول قوة نووية إسلامية في العالم فيما ينظر الغرب إليه باعتباره مسؤولا عن تهريب التكنولوجيا النووية إلى بلدان أخرى مثل إيران وكوريا الشمالية حيث كاتب الرئيس الباكستاني الحالي عارف علوي على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا لقد ساعدنا عبد القدير خان في تطوير رادع نووي حيوي لبقائلهم والبلاد لن تنسى أبدا خدمات من هو عبد القدير خان؟ أحباي عبد القدير خان هو عالم باكستاني في الفيزياء النووية من موليد 1936 حيث يعتبر عبد القدير خان الأب الروحي للبرنامج النووي الباكستاني حيث أنه المؤسس له والعنصر الأبرز في وجود أول قنبلة نووية باكستانية البداية في 18 مايو أيار 1974 نفذت الهند بنجاح أول تجربة لترسانتها النووية بالقرب من حدودها مع باكستان الأمر الذي شكل صدمة للباكستانيين فكيف للجار الهند أن تصل إلى هذا التقدم النووي وباكستان تكتفي بالنظر خاصة هذا التفجير الهندي للقنبلة جاءت بعد أقل من ثلاث سنوات فقط من بداية الحرب بين الهند وباكستان عام 1971 وعليه أطلق رئيس الوزراء الباكستاني في ذلك الوقت ذو الفقار علي بوتو عبارته الشهيرة قائلا حتى لو أكن العشب يجب أن نمتلك قنبلة نووية وبعدها تلقى رئيس وزراء باكستان ذو الفقار علي بوتو رسالة سرية بعث بها شاب باكستاني يعمل في شركة هولندية متخصصة في تخصيب اليورانيو وتدير العديد من محطات التخصيب في دول أوروبا يعرض فيها هذا الشاب خدماته على الحكومة الباكستانية والسدعاه لترك هولندا للانضمام لهيئة الطاقة النووية الباكستانية وفي رسالته قال فيها ذلك الشاب أنه حتى يتسنى لباكستان البقاء كدولة مستقلة فإن عليها إنشاء برنامج نووي دعاه الرئيس لزيارة باكستان بعد تلك الرسالة وطلب منه عدم الرجوع إلى هولندا ليرأس برنامج باكستان النووي ومن هنا كانت البداية نحو دخول باكستان النادي النووي العالم نجح خان بتطوير البرنامج النووي الباكستاني حيث يتلخص إنجازه على النحو التالي في أنه تمكن من إنشاء مفاعل كهوتا النووي في ستة أعوام والذي يستغرق عادة عقدين من الزمان في أكثر دول العالم تقدما وقال عبارته الشهيرة بعد هذا الإنجاز بالقول من كان يصدق أن دولة غير قادرة على صناعة إبر الخياطة ستتقن هذه التقنية المتقدمة واستطاعت باكستان وتحديدا في 28 مايو 1998 بتنفيذ أول تجربة تنفجار لقنبلة نووية انشطارية في تاريخ باكستان هذه العملية عرفت بعملية تشقاي واحد نسبة للمكان الذي أجريت فيه التجربة ثم أعقبتها تجربة ثانية بعد يومين فقط أطلق عليها اسم عملية تشقاي نيني وأعلن بطل هذه العملية الدكتور عبد القدير خان للعالم بأسره بأن القنبلة النووية الفاكستانية تتفوق على القنبلة الهندية حيث استخدم عبد القدير خان في قنبلته النووية مادة اليورانيوم المخصب وبعد نجاح التجربة النووية لباكستان عام 1998 أطلق العالم الباكستاني عبد القدير خان هذا التصريح الآن فإن الهند تعلم أننا أيضا نمتلك أسلحة نووية وسيقومون بالتفكير عشر مرات قبل القيام بغزونا طاب مساءكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر